سلامات حبايا بعد ما اخترنا افضل تشكيلة على مستوى الليجا الاسباني وعلى مستوى الدور الانجليزي وبعدين عملنا تشكيلة تحدينا فيها بعضنا واخترناها على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى ان ابني ضميري وحسيت انه لازم نعمل شيء شيء الو علاقة بحصاد الموسم فقلت لحالي شو رأيك تعمل حصاد لأفضل عشر صفقات واسوأ عشر صفقات بأوروبا قعدت مع حالي وفكرت كثير بعدين قلت بس يا ولاد بلا تفكير بلا حط الكاميرا وبلش تصوير فلا يبدو مطول عليك زي اول مرة تشكيلتنا على يوتيوب اشترك فعل زر اشار عطر الكل حتى يصلك اشعار بكل فيديو جديد بنزل على قناتنا وانضمنا عائلتنا اللطيفة الخفيفة النظيفة وتفضلوا مع بعض لتشوفوا اختياراتي لأفضل عشر صفقات بهذا الموسم وبنفس الوقت اسوأ عشر صفقات خلينا نبلش مع اسوأ عشر صفقات بهذا الموسم على مستوى أوروبا ولازم تسمع مني ملاحظة انه هدول العشر اسوأ صفقات او اسوأ عشر صفقات ما هنم مختارين بسبب هو اللاعب بحد ذاته شرط يعني هنم مو شرط هو الموضوع معتمد على ظروف مختلفة ربما يكون بسبب اللاعب ربما يكون بسبب النادي بحد ذاته ربما يكون بعدم اقتناع المدرب بحد ذاته فيه او ربما يكون لأسباب مختلفة فصدلوا مع بعض الرتمهم من العشر الى اسوأ صفقة في اوروبا خلي بدأينا نكون مع مارك فلكن واللي هو الحارس اللي كان المفروض ان يعود ديفيد رايا اللي رح العلم بريندفورد الى ارسنال وعمل العجب معاهم واخد القفاز الذهبي وعمل 16 كلينشيت هذا الموسم بريندفورد رح يجالبه مارك فلكن على اساس انه يكونوا معوض مين؟ ديفيد رايا المبدع بالقدمين والمبدع بالحراسة سلامة خيرك يا كبير استقبل 67 هدف كاملين وكل خطأ افضع من الثاني بهذا الموسم بريندفورد عفكر اداءه اكتر من رائع لكن كان عنده ثقب بالخلف عم يضيع كل المجهود فمارك فلكن هو العاشر معنا ضمن الاسواق ولما رحت للمركز التاسع كنت محتار بكل امانة بين ثلاث لاعبين الثلاثة خذلتهم الظروف وليس هني يعني مو المشكلة باللاعب بحد ذاته هني سفيان امرابط فاران وكذلك كارلوز كازيميرو لكن رحت مع خيار سفيان امرابط وحطنصدمه ليه حاليا انه سفيان امرابط ايه سفيان امرابط اخترته بجوز انا اخترته لانه الامال كانت متوقعة عليه اكتر بكتير نسبة عن اللي شفناه مع الفيولا فيورونتينا ونسبة عن اللي شفناه بالاساس بكأس العالم بالنسخة الاخيرة والمستوى الخارق اللي قدمه سفيان امرابط يعني كنت بتوقع انه ينزل ياكل الاخضر واليابس بارضية ملعب أولترافول لكن اللي حصل ما رحقول العكس تماما رحقول ما لبت تطلعات بنسبة كبيرة حتى انوصل موضوع مع ايركتن هاق بتشعر انه عم يدفعه بالملعب وعم ينزله وهو مجبور وهيك حطت سفيان امرابط هو تاسع اسوأ صفقة معنا لهذا الموسم ليس سفيان السيء انما الصفقة بحج ذاتها متل ما حكينا حجم التوقعات شيء واللي كنا متأملين وشيء واللي حصل على ارض ملعب شيء كان مختلف اما بالمركز الثامن فاميغيرو ساندرو تونالي اللاعب القادم من ايطالي الى نادي نيوكاسل يونايتل وتوقعنا انه يعمل ثورة بكل ما تحمله الكلمة من معنا بوسط المكبايز صفقة كلفت 64 مليون يورو وبالنهاية طلع صاحبنا مذمن وراهنات يعني بتعرفوا شو صار بعدين خلاص بكفي ما رحكمل اما ازم رح الى صفقة مشابهة كونه هي على مستوى خط الوسط وقريب ايضا على مستوى السعر دومينيك سواسلاي واللي استخطبوا يورجوني كلوب الى ليفربول الانجليزي واللاعب اللي كنا متحمسين كتير لرؤيته شو رح يعمل مع الريدز وما فينا ننسى انه انا واحد من الناس وكل لاياتنا كنا عم نمدح فيه وبأداءه لما كان عم يلعب تمانتين هو ماكالستار بداية كانت مثيرة سجلت تات اهداف لكن بعدها اختفاء ما حقول تام حقول تقريبا شبه تام على فكرة في ناس كتير عندها تضارب بالنسبة للنظرة لسوبوسلاي وبعض الصفقات التانية بتعرفوا ليه بسبب زخم الاحداث اللي حصلت بالموسم الماضي لكن بالنسبة لي سوبوسلاي نسبة للي كنت انا متوقع من اللاعب بحد ذاته لا بكل امانة خذلت بشكل كبير الموضوع اشبه بموضوع سوفيان مرابط تحديدا اللي لا تخافوا نحنا كل ما تقدمنا للامام حتكونوا مقنعين اكتر بالصفقات لانه اللي ربما اللي وراء بتشعر انه مقنعين ايه ولا ايه ولا نوعا ما باستثناء تونالي طبعا نصاب اذا بدروح للمركز السادس فحيكون معي هاي المرة مهاجم واسمه بيتو ايه هيك اسمه لعب انتقل من ادنيزي الايطالي الى ايفرتون الانجليزي وكلفت الصفقة 25 مليون باوند وكان المفروض والمتوقع انه نادي الشعب ايفرتون انه المفروض جلبوا مهاجم يعني على الاقل من طراز جيد ثلاث اهداف اسلامة خيرك وبعدها اختفت اما من طوال الموسم بس ما يكون ادنيزي باعتنوا اخوه التوأم مثلا والله بيعملوا الطليان نصابين على فكرة اما المركز الخامس فهون انا احترت انه اضع هاي الصفقة رقم خمسة ولا اربعة لانه الاثنين تقريبا كانوا بسوء متشابه نوعا ما خليني يقلكن كاي سيدو كاي سيدو صفقة تشيلسي اللاعب اللي كان عليه عركة كبيرة وكان في حوار انه مين اللي رح يخطفه بالنهاية تشيلسي ولا ليفربول ليفربول ولا تشيلسي بالنهاية خطفه تشيلسي اللاعب كلف 116 مليون يورو سجل هدف صنعت اهداف ثم لا شيء ربما كاي سيدو تأثر كتير بموضوع اجواء تشيلسي بشكل عام ربما لكن ايضا موضوع الاصابات بتشعر ان اللاعب غط على قلبه بعد ما كان فيه عركة بين ليفربول وتشيلسي ووصل موضوع اللي صار الحكي بالملايين يمكن اجته الجلطة على فكرة ويكون هذا السبب الرئيسي لاختفاء كاي سيدو مع البلوز تشيلسي اما زمرولا صفقتنا الرابعة فهي الصفقة اللي بينطبق عليها الكلام السابق عن كاي سيدو لكن مية بالمية ابو 62 مليون يورو روميو لافيا واللي كان فيه حوار على اساسك ايضا الى ليفربول وخلاص انحسمت الصفقة لليفربول يعني حسمت الصفقة تقريبا كانت المفروض انه قربت كتير مثل ما حصل مع كاي سيدو ربما كاي سيدو تقريبا كانت قريبة من الاغلاق لكن باخر اللحظات دخلت شيلسي تاك 62-64 مليون يورو تقريبا وهاتو روميو لافيا ايضا لبلوزة شيلسي اللاعب كل اللي عملوا يا شريك شارك مباراة وحدة وبعدها سلام عليكم سلامة خيرك اما بالمركز الثالث فهي الصفقة اللي كنت انا ناوي وضعها رقم واحد كاسوأ صفقة بس خلينا نحط مركز الثالث كونه يعني ها يعني خلينا ناخد بالشعبية نوعا ما روب هولدينج من ارسنل الى كريستال بلاس كريستال بلاس كان على اساس انه هن جلبوا روب هولدينج من ارسنل باثنين مليون يورو بعض التقارير بتقلك اثنين ونص مليون يورو في خلاف حول سعر الصفقة لكن خليني اصدمك انه لا عب شارك بولا مباراة لم يلعب اي مباراة رفقة النسور تخيل شارك مباراة وحدة كانت امام مانشستر رونيتد لكن بكأس الرابطة اما محليا بالدوري ما شارك باي مباراة شارك امام اليونيتد اتلقى بطاقة صفراء وبس هي هي محصلته كاملة اما بالمركز الثالث فعناك كالفين فيليبس من السيتي الى ويست هام يونيتد على سبيل الاعارة شارك باثناشر مباراة لم يفعل شيء تماما وعلى فكرة هو نفس الكلام حتى اذا بدي اتكلم عنه كصفقة لمانشستر سيتي هو لا قدم شيء مع السيتي ولا حتى قدم شيء مع النادي الكام معارفي اما ازم نروح لأسوأ صفقة وانا كنت محتاره هون انه اضع هاي الصفقة او الصفقة اللي قبلها ماسوماونت ضلينا بمدينة مانشستر لا تخافوا كتير يعني حكينا على السيتي انتقلنا لي مانشستر يونيتد اكيد ماسوماونت لا خلاف على انه اسوأ صفقة على مستوى اوربا بهذا الموسم صفقة هي كانت محيرة بالنسبة الي لانه انا كمان كنت متطلعة كتير بالنسبة لماسون لما كنت عم احكي مع صديقي مشاجئة على تشيلسي لحد الان ما بذكر قبل سنة تقريبا حكيت له يا اخي اذا في لاعب عنكن مثير هيك بيخطف العين فهو ماسوماونت يا اخي حركيته الشيء اللي بيقدمه بالملعب راح على اليونيتد 14 مباراة سجل هدف وحيد وبعدين انسينا تماما ويبدو بانه ايرك تنهاج نفسه لسي هل هي لظروف النادي بحد ذاتها ام هو عب اللاعب من الاساس حطوا لي اراكم انتو بالتعليقات فهدو الاسوأ 10 صفقات على مستوى اوروبا كاملة عنها طبعا حاولت اعمل تشكيلي قدر الامكان يعني اكيد اكيد طبيعي انه يكون فيه غلب الى الانجليز والاسبان على حساب بقية الدوريات هذا شيء طبيعي بحسب انا متابعتي بحد ذاتها وبحسب الاهتمام لانه انا ما فيني غطي كل الدوريات بنهاية بنفس الزخم خليني احكي لك لكن حبيت احكي عن لاعب خارج دوريات الخمسة الكبرى ما عليش سامحوني وبيدي مرأو وكتبته هون قدامي ملاحظة عشان ما انسى وكل شوي انا بطلع على فكرة عشان ما انسى اسمه اللي هو فيكتور جيكريز دائما بتكلم عن هذا اللاعب عينكم على هذا اللاعب وفعلا اخر شيء 33 مباراة محلية مع سبورت انجليش بونا اللاعب سجل 29 هدف كهداف للدور البرتغالي والملفت للنظر انه من 20 هدف متوقع بالنسبة له سجل 29 وعينك ما تشوف النور على اهداف بس يا شريك وعشرة اسست على مستوى الموسم هدف الدور البرتغالي ما بعرف لحد الان انا حاسس انه لازم تحفظوا اسم هذا اللاعب لانه غالبا ما هيقوم بالبرتغال بالموسم الجديد اذا منفوت بصفقاتنا من الدوريات الخمسة الكبرى فحنحكي المركز العشر جوسكو كفارديول صفقة مانشستر سيتي نعم صفقة كانت مكلفة نوعا ما في بعض اشارات الاستفهام انه ليش كفارديول عم يتعقد مع كتير لعبين من هذا الكلام بس لا كان اكيد مانشستر سيتي بده تجديد الدماء تقريبا بين الموسم والاخر بشكل طبيعي لانه ما هيبقى نفس اللاعبين عم يلعبوا معه بشكل دائم لكن غارديول لعب 28 مباراة تسجل اربعة وصنع هدف المميز بهذا اللاعب انه ربما كان فيه شوية هيكة انه شو هالصفقة مو شغالة شكلها مع غارديول بالبداية يعني بس لا غارديول لا شغل لغارديول يعني شغل وشغل وبعد الكلمة لعب كمركز ظهير ايسر لعب كثالث قلوب دفاع بثلاث قلوب دفاع لما يتحول شكل الملعب بعدين صار يستفيد منه لما يزيد الامام بثلاثة ثاني من الملعب وباخر المباريات بدأ يلعب كمهاجم سجل في دوري ابطال اوروبا بل وسجل محليا ايضا لا خلف على غارديول انه لازم يكون متواجد معنا ضمن افضل صفقة للمسهم على مستوى اوروبا اللازم بتروح للمركز التاسع فما في عليه شرح كتير ليش هلا بحكي لكم باوتوريس من اسبانيا القادم الى استون فيلا الى الفيلا بارك اللاعب او 33 مليون يورو انا هيك حبي تسمي انه صفقة 33 مليون يورو بمدافع اوكي شو بعدين يعني بس لا تنسوا انه هذا اللاعب كان مطبن كتير من الاندي الكبرى على مستوى اوروبا سجل هتفين حاليا مع الفيلانس هو تقريبا خلينا احكي لك قاد خد دفاع لابناء انا امري حتى يوصلوا الى دوري الابطال ويحتلوا المركز الرابع بالبريمر ليك تخيل لوين هذا الموضوع انت ما فيك تشرحه فيك انه تابع المباريات بتعرف شو عم يعمل اللاعب استخلاصات ناجحة بنسبة كبيرة معدل تدخلات ناجح بنسبة كبيرة يعني كل شيء دفاعي وفيه امور ما بتنشرح هاي ارقام اللي حكيناها لكن فيه شغلات هي ما بتنشرح انت لازم تتابع اللاعب وتشوفه هو كيف عم يوجه دائما خط دفاع وكيف دي معنى الكلمة هو قائد لخط دفاع استون فيلا كان لا باوتوريس لازم يكون معنا بالمرتبة التاسعة ضمن افضل صفقات اوروبا لهذا الموسم اما اذا بدرونا المركز الثامن فراح روح مع ليفركوزن اليكس جريمالدو صفقة باير ليفركوزن واللي سجل عشر اهداف وصنع 13 نعم يا صديقي انا عم اتكلم عن مدافع الظهير الايسر لليفركوزن تخيل سجل عشرة صنع 13 هدف كاملين نعم بل لعب ببعض المباريات كمهاجم بمعنى الكلمة طبعا هو فولباك جريمالدو غني عن التعريف تكلمنا عنه كتير 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 وفصلنا عنه فما في داعي طيل اكتر من هيك جريمالدو هو الثامن ضمن افضل صفقات اوروبا اما بالمركز السابع فبدي احكي عن اسم ربما يجاهلوه الكثير من الناس او ما ينتبهولو واللي هو سافيو موريرا سافيو موريرا لاعب جيرون القادم من نادي التوروة طبعا كل الناديين تابعين لسيتي جروب اللاعب يلعب جناح ايمن احيانا فينو يلعب على اليسار يعني بيجيد اللاعب تقريبا على كل الطرفين سجل تسعة وصنع عشر اهداف ربما اهدافه ما بتغريك لتفكر فيه انه شو ضمن افضل صفقات هذا الموسم لكن انت لما بتتابع جيرونه بتشعر انه هذا اللاعب لما يكون متواجد عرض الملعب هو مربك لكل الخصوم يعني انت احي ما بتتوقعه ما بتعرف كيف دي انطلاق طريقة انطلاقاته مريبة وغريبة جدا وسريع ايضا تسارع تسارع مو طبيعي يعني اللاعب سريع كتير مراوغاته حسوا على الكرة اكتر من رائع لكن كان دائما بيميل انه يحاول يشارك ببناء هيكلة اللعب نفسه يعني بتحاول انه هو بيشارك بمساعدة الفريق خلينا هيك نبسط الكلام ما بنا نعقد الكلام كتير بيسعى لمساعدة الفريق اكتر من ارقام الفردية لهيك بتلاحظ بانه سجل تسعة وصنع عشر اهداف سافيو مريرا هو رقم سبعة بالنسبة لي اما زمرولا المركز الخامس فهو لعب كبير بالعمر معنا رجل ثلاثيني تقريبا دخل بعقده الرابع من العمر جرانيت تشاكا اللعب لسويسري من ارسنال الى باير ليبركوزن بيطالب من تشابي اللونسو واللي حققه الدوري الذهبي وكذلك حسم كأس المانيا خليني خبرك بانه جرانيت تشاكا بداية كارقام هو واحد من اكتر ثلاث لاعبين اصحاب التدخلات الناجحة بالدوري سجل ثلاث اهداف فقط ما سجل غير ثلاث اهداف على فكرة وايضا حسم كأس المانيا بالنهائي هو كان صاحب الهدف الوحيد كالعادة بالقذائف من بعيد يعني قذائفه ما شاء الله عنه لكن هذا الموضوع هم ما بيكفي هو انت بدك تكون ايضا عم تتابع شو اللي عم يعملو باير ليبركوزن وشو كان دوري تشاكا بهذا الموسم بشكل كامل حسيت انا مثل ما تكلمت سابقا يعني واذا بتوصل لاخر مباراة بالكأس بتشعر انه تشابي اللونسو كان بده نسخة من الدماغه موجودة بارض الملعب شيء من الخبرة هذا الرجل يكون تقريبا الحكيم على الارض الملعب خليني احكيه لك طبعا انا استغربت بالبداية من كلامي انه اخي تشاكا اللي كان يعمل مشاكل بالارسنال طبعا يعمل مشاكل مو يعني نحن نكرهه او شي لا لكن هو شخص منرفز بشكل كتير منرفز بشكل مطبيعي لكن لا فعلا مع تشابي الونسو تغير وربما هذا الموضوع انا ارجعه لانه الرجل اخد مسار تاني اذا بتلاحظه باخر موسم له مع ميكل ارتيتا كان هادي كتير وبعده بدأ بموضوع الرخصة التدريبية والان هو مدرب يعني الان هو بيدرب فريق بدرجات الدنيا بالمانيا وبيلعب مع ليفركوزين في ذات الوقت مدرب ولاعب تخيل يعني بنفس الوقت واخد دوري دهبي وحسم الكأس في ذات الوقت شاكا هحطه بالمركز السادس معي وبعتبره من افضل صفقات هذا الموسم برابو تشابي الونسو اما بالمركز الخامس فلازم نرجع شوي الى اسبانيا او تحديدا الى جيرونا ارتيم دوبيك او دوبيك كل واحد بيلفظها الشكل خلاص مرؤوننا ياها صاحب الاربعة وعشرين هدف وثمين اسست هدف الليجة الاسبانية نعم متفوقا على كل اقرانه بما فيهم سولوروث من فيا ريال وليفاندوفسكي وكذلك جود بيلنغهام يمكن تلقيبه بكل بساطة هالاند الجديد عن جد بمعنى الكلمة خليني خبرك بانه بحسب متابعتي انا ونظرتي الشخصية وفيك تناقشني بهذا الموضوع بالتعليقات انه ارتيم دوبيك كان هو واحد من الاسباب الرئيسية لتقدم جيرونا ومنافسته لفترة طويلة ولما انخفض معدل تسجيل ارتيم دوبيك احتيدا هذا اللاعب نزل جيرونا شوي بعدين باخر الموسم رجع لي هدف هلأ هي ميزة وما نها ميزة باكل اماد لانه بتشعر انه دوبيك كان كتير هو عامل الحسم على مستوى جيرونا يعني من الاخر لو ارتيم دوبيك استمر على نفس الرتم من بداية الموسم لاخره كان تقريبا بينه الموسم باربعين هدف وجيرونا كان هو بيكون يا باطل الليجة يا التاني وراء ريال مدريد بفارق نقطة مثلا فارتيم دوبيك لازم تحفظه هو الخامس بالنسبة لي على مستوى افضل صفقات اوروبا ايضا هل هيبقى بجيرونا ام لا اما على مستوى المركز الرابع فاكيد هاريكين اكيده لازم كونوا متوقعين انه يكون متواجد معنا تخيل بعد كل هذا العمر هاريكين نعم هو منظمة افضل صفقات اوروبا واللي انتقل من السبيرز توتنهام الى بايار مينشن وربما كان موسم خذل هاريكين بشكل كبير ولا بطولة يعني الرجل اللي راح من توتنهام الى بايار مينشن عشان الالقاب ما خصد ولا شي وبوسم قدومه تحقق دوري دهبي لصالح ليفركوزن وهن طلعوا التالت مو التاني ها ثم البايارن بيجي لكنه هداف الدور الالماني حذاء الذهبي هداف اوروبا كاملة الحذاء الذهبي كمان اداؤه والشيء الطبيعة الهجومية اللي بيقدمها وانه يكون لعب محطة بيرجع للخلف بيستلم بيسلم وبينطلق بيركون الهجم كاملة عليه شيء نوعا ما كان يضطر انه يلعب بايار مينيخ عليه باللاعب توماس مولار الان لا كان عندنا هاريكين بيقوم بهي الادوار فاضاف شيء ولمسة لهجوم بايار مينشن ما كنا نشوفه سابقا حتى مع روبرت ليفاندوفسكي اما اذا بدروح للمركز الثالث فربما بلشتوا حاليا تعرفوا مين هنا اللي تصفوا اللاعبين تقريبا كول بالمر صفقة تشيلسي من السيتي الى البلوز اللاعب سجل 22 هدف هل تصدق؟ تشيلسي نعم نعم بكل التخبيص وبكل الكلام اللي عم نتكلموا عنه لكن كول بالمر 22 هدف وصنع 11 هدف كلف 47 مليون يورو نعم لكن تذكر تاني هدف فيه الدوري الانجليزي الممتاز بعد ايرلينغ هولاند صفقة جديدة وعمل كل هذا الشي بتشعر بانه تشيلسي كله بيغرد في وادي وكول بالمر يغرد وحيدا لحاله متل ما وصفتوا انا مرة كول بالمر هو تشيلسي بحد ذاته اما اذا بدرونا للمركز الثاني وهون اكيد انتو خلصوا عرفتم مين التاني ومين الاول ديكلر رايس من ارسنال صفقة كلفت فوق الميت مليون يورو تقريبا من ويست هام ينايتد كان في عرك كبير بين السيديو بين ارسنال ممكن يحسم هاي الصفقة والدخل لفيربول ايضا في وقت من الاوقات لكن القانرز كانوا مصري انه يحسموها لصالحهم اللاعب الانجليزي سجل سبع هداف وصنع ثماني لكن متل ما حكينا في بعض اللاعبين الارقام ما بتشرح شيء يعني هي ما بتشرح ليش هذا اللاعب هو افضل صفقة او تاني افضل صفقة او من افضل الصفقات لكن اللي تابع هذا الموسم بالنسبة لديكلار رايس مع ارسنال وتابع الفارق والقيمة اللي اضافها ديكلار رايس لوسط ارسنال تحديدا بل للمنظومة كاملة دفاعا وايضا هجوما بيعرف لك ديكلار رايس موجود معنا ضمن افضل صفقات هذا الموسم بل واحد من افضل صفقتين بهذا الموسم باوروبا كاملة اللاعب اللي بدأت المقارنات هو ام رودري رودريغو هيرنديز لاعب مانشستر سيتي لكل الرأي وهماني جاي قارن نهائيا لكن ما فينا ننكر بأن ديكلار رايس خلق شيء من التوازن الكبير بوسط ميكل ارسنال اللاعب اللي لما خرجت شاكا كنا قالنا انه خلص لازم نجدد يعني معلش زعنا على شاكا لكن لازم نجدد بس لما يكون اسمها صفقة جديدة وانت داخل تنافس على اللقب بيضل ايدك على قلبك بس ما فينا ننكر لو شل ديكلار رايس حتلاقي ارسنال كان مختلف تماما اللاعب الديستروير دفاعيا والديستروير هجوميا حتى اذا بدك وزيد عليها هاي عبارة مني انا نحنا فقدنا قائد واللي هو تشاكا توقعاتي بانه يكون القائد على ارض الملعب بالسنوات القادمة هو الجنرال ديكلار رايس حما بالمركز الاول يعني كلا ياتنا عارفاني مين هو اللاعب اكيد وايضا انجليزي ها يعني نشوف الصدفة كمان انجليزي سبحان الله جود بلينجهام من المرنجي رجال مدريد صفقة كلفت تقريبا كمان قرابة الميت مليون يورو مية وشوي من بروسيا دورتموند اللاعب اللي بيذكر كتير مننا بيزين الدين زيدان الصفقة كان المفروض انه يلعب بغير مركز هو غير المركز اللي يشغلوا على مستوى ريال مدريد مع بداية هذا الموسم لكن الحلو بهذا اللاعب انه خليني خبرك اول شي انه سجلت 16 هدف هو ثالث او رابع حدا في الليقة الاسبانية حاليا صنع اهداف 28 مباراة محلية يعني نحن نعرف انه فيه لعبة بيجي على نادي بحجم ريال مدريد المفروض مباراة تنتين تلاتة بس شوي يعني ها حتى ياخد على الاجواء لا ازا لم يكسر ارقام كريستيانو رونالدو كبدايات بنحكي تحديدا تهديفيا وهو ادواره بارض الملعب مو بطالب منه انه يهدف لكنه لب النداء لب كارلو انشيروتي لما ريال مدريد دخل تقريبا بدون مهاجم على مستوى هذا الموسم فشال على عاتقه مهمة انه انا اللي بدي سجل اهداف طبعا مع تقدم الوقت وشرحنا ليش تاكتيكيا اضطر جود بيلنغ هام يرجع على الخلف والموضوع هو غياب مودريتش انتبهوا الموضوع تاكتيكي وشرحناه سابقا اضطر يرجع على الخلف اضطر يرجع لادواره التاكتيكية الطبيعية الاساسية لكنه اداها على اتم وجه ممكن وتقريبا انا ما شف مباراة لجود بيلنغ هام يمكن انه اصفها بجيدة كلهم جيد جدا او ممتاز او top level فجود بيلنغ هام هو الصفقة الافضل في اوربا بالنسبة لي وهيك كنت خلصت معكم اسوأ عشر صفقات وافضل عشر صفقات انزلك تبلي انت رأيك بالتعليقات هل عندك اسماء ممكن انضيفها لهي القائمة او اسماء بتشعر انه ظلمناها بهي القائمة تبولي اراءكم لانه اراءكم بتهمني كتير وبقرأهم جميعا ومو ابدأ ارجع وصيكم اللي كانت ضروري حتى نوصل اكبر عدد منك من المتابعين بشوفكم على خير ان شاء الله تعالى بفيديوهات قادمة والسلام للاحبة الكرام